تفقد محافظ القاهرة خالد عبد العال أعمال رفع المخلفات المحيطة بصور مجرى العيون والتي تم التعامل معها بحرص حفاظا على الصور وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم رفع ما يقارب من 700 ألف متر مكعب من المخلفات خلال 15 يوم عمل وذلك باستخدام أحدث معدات للهيئة بالتنصيق مع وزارة الأطار مؤكدا أن أعمال رفع المخلفات تأتي في إطار تطوير المنطقة والحفاظ على عراقة منطقة سور مجرى العيون مشددا على ضرورة استمرار تكثيف أعمال النظافة حولها لإظهارها بالشكل الحضاري اللائق بها